كشف مصدر محلي في مصلحة الضرائب بصنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي أن الأخير لا تمارس عنصرية ضريبية ولا تتعامل مع تجار محسوبين عليها بنفس القسوة والشدة التي تستخدمها مع باقي التجار وتفرض الميليشيات على الأشخاص غير الحوثيين نسبة تصل إلى 25% غير التبرعات والجبايات للمجهود الحربي وكشف تقرير مجموعة الأزمات الدولية الأخير أن مسؤولي ميليشيات الحوثي المعينين في مكتب الصناعة والتجارة في صنعاء نفذوا خلال النصف الأول من العام الجاري سلسلة طويلة من حملات الجباية طالت نحو 13939 منشأة تجارية ومن بين تلك الاستدافات إغلاق الميليشيات خلال الفترة ذاتها نحو 235 منشأة ومحلا تجاريا وإحالة أكثر من 615 تاجرا معارضا لها إلى النيابة الحوثية وتغريم ملاكي أكثر من 3931 متجرا وأكد أن ميليشيات الحوثي أصبحت أكثر تماديا في فرض الضرائب على السلع والشركات